السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم من جديد في قناة فريد الشانيل كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله لا تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في هذا الفيديو رسميا موعد الإعلان عن نتائج الدورة الأولى بالنسبة للبتدائي الإعدادي والثانوي التأهيلي التي توصلت كثير من الأسئلة في هذا الموضوع بالنسبة للتعليم الابتدائي آخر إجراء للفروض المراقبة المستمرة كان ما بين 24-29 يناير 2022 حسب المذكرة المنظمة لفروض المراقبة المستمرة آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 25-31 يناير 2022 استصدار بيانات النقط عبر منظومة مصر بتداء من 4 فبراير 2022 بالنسبة للتلاميذ بتداء من 4 فبراير يمكن لهم الولوج لمنظومة ما صار وضع على نقاط فروض المراقبة المستمرة وتوزيعها على التلميذات والتلاميذ قبل بداية عطلات منتصف السنة الدراسية على بالنسبة للنتائج الوراقية سيتم التوزيعها قبل العطلات منتصف السنة الدراسية يعني قبل 6 فبراير 2022 يعني بالنسبة للنتائج إما تكون 4 أو 5 فبراير 2022 بالنسبة للتعليم الابتدائي على نفس الشيء بالنسبة للتعليم الهددي آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 24 و 29 يناير 2022 آخر فروض ما بين 25 و 31 يعني نفس التواريخ وبالنسبة لبينة النقاط عبر منظومة ما الصار ببتداء من 4 فبراير 2022 نفس التواريخ وتوزيعها على التلميذات والتلاميذ قبل بداية عطلات منتصف السنة الدراسية يعني بالنسبة للتعليم التانوي الإعدادي يمكن لكم الولوج انطلاقا من 4 فبراير يطلع على نقاط فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي يعني إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 27 يناير و جوش فبراير 2022 في هذه الحالة يعني آخر أسبوع هو هذا الأسبوع آخر لإجراء فروض المراقبة المستمرة يعني يحتاج جوش فبراير 2022 ما بين 28 يناير و 3 فبراير يعني آخر يوم لمسك النقاط استصدار بيانة النقاط عبر منظومة مصار ابتداء من 4 فبراير 2022 يعني بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي يمكنهم الولوج إلى مصار وطع على نقاط فروض المراقبة المستمرة في مصار ابتداء من 4 فبراير وتوزيعها على التلميذات والتلميذ قبل بداية عطلات منتصف السنة الدراسية يعني بالنسبة للتوزيع نتائج الورقية سيكون إن شاء الله إما 4 أو 5 فبراير 2022 يعني إما الجمعة أو السبت إن شاء الله كانت مننا حد موفق للجميع والحصول على نتائج جيدة وبالنسبة لما وفقش لحد مازال إن شاء الله فرصة في الدورة الثانية هذا كل شي بنسبة لهذا الفيديو كنتم من الصحة والسلامة للجميع ما تنسوش إذا أعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو إذا كنتم أول مراقبة تشوفوا القناة ما تنسوش أيضا بدعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرسي سيستكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته